اشتركوا في القناة رئيس عمليات الشؤون الحكومية كأس الشوط الثالث وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة فيما قام سيد عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لشركة في إيفا بتقديم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة وكأس الشوط السابع إلى نادر الجسمي اغتراب فريق الأهلي من حجز أول المقاعد في نهاي دور كرة السلة وذلك بعد فوزه على جاره الملامة في اللقاء الذي يقيم على صلة اتحاد كرة السلة بثمان وسبعين نقطة مقابل سبعين لتصدر الأهلي الدور الثلاثي الذهبية بعدما حقق فوزه الثاني رفعا رصيده إلى أربع نقاط ليصبح بذلك قريبا جدا من التأخل لنهاء المسابقة ترجمة نانسي قنقر